سلام عليكم وناخد مع بعض كورس سيرمو ديناميكس اول حاجة عوزين نتكلم يعني هي الكيميكا سيرمو ديناميكس سيرمو ديناميكس هي كلمة بتتقسم الجزئين الكلمة الاولانية سيرمو والكلمة التالية ديناميكس يعني ايه كلمة بقى السيرمو سيرمو جاية من كلمة الهيت هي الحرارة وليس درجة الحرارة في فرق بين الهيت اللي احنا بنيديها بمز كيو ويه التى اللي احنا بنيديها درجة الحرارة طب ايه الفرق بين الاثنين قالك لو انت عندك كوباية شاي بالمنظر دوا وكوباية الشاي دي درجة حرارتها 100 درجة اللي هي درجة مسلا غليان الماء ويهيتك جيت بسكت انت كوباية الشاي كانت درجة حرارة ايتك 37 درجة ما قوي فبيقولك نتيجة لفرق درجة الحرارة اللي هي التى التمبروتر اللي هي التى المية تى و37 دولا دى هينطلق 100 من الطاقة يبقى انا عندي طاقة هتنطلق من الاعلى في درجة الحرارة الى الاقل في مين لدرجة الحرارة الطاقة دي بنسميها الهيت ترانسفير اللي هي انتقال الطاقة ودي اللي هي مين هي الكيو يبقى اذا الكيو دي مختلفة عن مين الكيو مختلفة عن التى الكيو هي نوع من انواع الطاقة نتيجة لفرق ادارة الحرارة بين جسمين طيب وديناميك جاية من الحركة او من البور او القدرة او الكوة بتاعتنا عشان كده بنقول دوا السيوم ديناميك هو وطبعا ممكن نقول اللي هو قانون السيوم ديناميك هو قانون الابسوليوت سينج يعني قانون الحاجات المطلقة طيب في عالم اتكلم بس دي يعني في عالم كان اتكلم على فكرة السيوم ديناميك اللي هو دوا قال لك دوا بالنسبة السيوم ديناميك دي ان اول مرة تبدأ تقراها مش هتفهم اي حاجة لكن تاني مرة هتبدأ تتحرك في نقطتين او تلاتة تبدأ تقراهم تلات مرة هتبقى عندك المعلومات الكفاية انك انت تقدر تتعامل مع السيوم ديناميك فهي موضوع فاني جدا وموضوع لطيف وهيبقى الموضوع جميل جدا طيب ليه بقى بنيديوس في السيوم ديناميك السيوم ديناميك هي بتكسبلين كل حاجة ممكن تعرفها عن اي تفاعل كيميائي فبتقولك اي حاجة بتحصل نتيجة انتقال الحرارة من جسم سخت الى جسم بابد ده بيكون نتيجة السيوم ديناميك ونقدر نفسره عن السيوم ديناميك طيب اف وان كان دو ماس لو انت بتشاطر في الرياضة وبتعرف بتعرف شوية معادلات هتقدر تعرف كمية الشغل اللي انت محتاجها لأي تفاعل كيميائي يعني انت لو عندك تفاعل اي زائد بي عشان يدينا برودكت فانت ممكن تعين الكمية دي عن طريق مين؟ بتعمل شوية معادلات رياضية وتقدر تعين كمية للشغل اللي انت محتاجها قال لك السيوم ديناميك برضو بتفسر كل الهاترالي yuniverse كل الحاجات الطبيعية اللي بتحصل في الهاترالي يانميك تقدر تفسرها السيوم الديناميك برضو ممكن تعين لك الكفاءة بتاعت اي مشين يعني الكفاءة بتاعة اي آلة عندك او اي زي عربية ممكن تحين لك الكفاءة بتاعتها ما هو انت ممكن تستخدم واحد لت المzcz2017 سيوريتك الواحد لتر بالزين دولان المفروض يمسوك خمسة كيلو لكن هو ممكن يعين لك كفاءة الانجن بتاعتك بطريق السيورم ودنامك ويقول لك لا بناء على الكفاءة وقاعدة الفض اللي هتخسر عندنا لا الواحد لتر دول هيددينا قد ايه هيددينا لا اربع عشرين كيلو بس ولا مش مش خمسة وعشرين كيلو وهكاسا ليه بوضع بنديل سيورم ودنامك السيورم ودنامك بالنسبة لنا في الكيميا تقدر تعمل توقع هل التفاعل اللي قدامي دون هيتم ولا مش هيتم خار يعني السيورم ودنامك لو بتقول لك ان التفاعل ايه ده بيدينا بروضك مستحيل حدوسه من فضلك ما تحاولش تعمل التفاعل دون ولا تحاول تجارة فيه لانه هو مش هيحصل لانه ده بناء على السيورم ودنامك والكوندشن اللي موجود عندك التفاعل ده مش هيتم فهو بيقول لك you can't concentrate ممكن تركز على حدوث التفاعلات عن طريق السيورم ودنامك We may be able to find a catalyst اه انت لو لقيت تفاعل ايه بتدينا بيه والسيورم ودنامك سألتلك ان التفاعل ده ممكن حدوثه بس هياخد ساعتين عشان يتم فانت ممكن عن طريق السيورم ودنامك بتختار كاتاليست حفاز مادة تحفز التفاعل الكيميائي وتخليه حصل في دقيقة او اتنين او ممكن تقول لك على طريق تاني تعمل بيه التفاعل ده يعني تقول لك ان الايه ممكن ترتبط بالسي عشان بعد كده السي تديك البيه يعني هي ممكن تديك طريق جديد لحدوث التفاعل ولكن لو بالسيورم ودنامك جات قايت لك التفاعل ده مش هيتم ف don't try it ما تحاولش انك تعمل التفاعل بتاعك ده الكيميكال سيورم ودنامك هي تلخيص اللي فات هي بنعمل دراسة للهيت اللي هي الطاقة والwork في التفاعلات الكيميائيه بس انا عايز اتاخد بالك من الكلمة الجاية والتفاعلات الفيزيائيه يعني ايه التفاعلات الفيزيائية ما اسمهاش بقى التفاعلات اسمها الفيزيكال تشينج يعني ايه الفيزيكال تشينج لو انت عندك مية والمية دي عبارة عن ايس المية دي عشان تتحول هتتحول لمية liquid تمام طيب يبقى انت هنا حتاجت كمية حرارة عشان تسخن الايس ده اللي هو عند زيبوس سليزياس عند زيبو درجة حرارة عشان يتحول الى المية اللي هي في الصورة ال liquid عند خمسة وعشرين درجة مثلا تمام طيب ده بنسميه تغير فيزيائي ده يتبع قوانين السيرمو دايناميكس السيرمو دايناميكس مش بس بتتكلم على لكن بتتكلم على بعض الابليكيشن في الماسيماتيكس وممكن تتكلم على بعض الابليكيشن في الفضاء وهكذا بيقول لك دلوقتي لو انت بتتكلم عشان تبدأ تديوس السيرمو دايناميك ده يعني ايه اعتبر شوية شوية بداية المهم شوية فانت بتتكلم عن حاجة اسمها الاكويشن اوفستيت ايه الاكويشن الاكويشن اللي هتغبط لك عملية الهيت بعملية بتاعتك واول قانون تخطوص انا فيك كان عملية الايديالجازلو ده كان بيتعامل مع الضغط وبيتعامل مع الحجم وبيتعامل مع درجات الحوار بالنسبة للايديالجازلو في قانون طبعا بالنسبة لليلجال فهو هنا بيتعامل مع بعض لما تيجسل خواص للمده البيوشن وأهل بيريوم نتDYotte تعالى بقى نتكلم على ايه هي الخواص بتاع المده اللي موجوده عندنا ده قال لك فيه عندك نوعك من خواص المده النوع الاولاني اللي هو النوع التاني قال دك الفaison ما بين لا يعتمد على كمية المده بيعتمد على كمية المده ايه هي الخواص اللي ممكن500 تعتمد على كمية المادة. قال لك هي الدينيستي بتعتمد على كمية المادة? لا. الدينيستي بتاعت مادة. الدينيستي بتاعت الحديد خمسة مثلا. يبقى كيلو جواب من الحديد. الدينيستي بتاعته خمسة. خمسة كيلو جواب من الحديد. الدينيستي بتاعتهم خمسة. الضغط بتاع المادة لو انت عندك ضغط زي غزان اكسود الكارور. كمية المادة بتاعتك متحطة. اصطر على الضغط. درجة حرابة المادة ايه علاقتها بالاماون? يبقى اي خاصية دي هتعتمد على ضرورة الحرب نسميها Intensor Properties طب مين اللي Extensor Properties؟ قالك هي الخاصية اللي بتعتمد على كمية المادة زي الماس اللي احنا ممكن نقول عليه الويت وزي الفوليوم اللي هو حج المادة طيب ليه بقى؟ عشان نبدأ نتكلم على السرم جانبك احنا هنتكلم على تفاعلات كيميائية عشان نتكلم على تفاعل كيميائي لازم اعرف مجموعة من الفاكتورز اللي موجودة عندنا قالك انت محتاج تعرف يعني System ومحتاج تعرف يعني Boundary محتاج تعرف يعني Surrounding محتاج تعرف Universe مين هو؟ تعريفات دي مهمة بس تعالى ندرس على مجسم زي ده قالك System هو Object of Primary Interest الحاجة اللي انا عاوز ادرسه طب مين ال Boundary؟ قالك هو الحد الفاصل ما بين System وبين اي حاجة تاني وممكن يكون حقيقي وممكن يكون تخيل طب ايه هو Surrounding؟ قالك هو اي حاجة مش System اي حاجة غير System بنسميها Surrounding طب مجموعهم كلهم ما هو اي حاجة غير System يبقى احنا بنتكلم في مين في الكون كله؟ يعني ايه؟ لو انت بتعمل تفاعل دي وقت قنبوبة اختبار في المعمل حطيت التفاعل هنا فين System؟ لا System مش داكل System هي المنطقة ديف بس هي اللي حصل فيها مين؟ التفاعل طب ما دون System كل ده وده 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 يبقى System هو منطقة حدوث التفاعل Surrounding هو اي حاجة دون حدوث التفاعل طيب مين؟ قالك هو الحد الفاصل اللي هو فين؟ اللي هو ده اهو؟ ده الحد الفاصل ممكن يكون حقيقي واخد بالك اللي الجزء ده عبر عن ازاز وده ازاز وده ازاز فكده الحد الفاصل في الحالة دي حقيقي وممكن يكون تخيلي هو الجزء دون موجود؟ لا الجزء ده تخيلي يبقى ازاً System هو الجزء اللي انا هدرسه Surrounding اي حاجة ما بينهم الفاصل ما بين System و Surrounding هو مين؟ الbound وممكن يكون حقيقي وممكن يكون تخيلي طيب عشان برض نفهم اكتر ان انت قلتلي اللي System is the object of primary انت بس الحاجة اللي انا يهتم بدواسطها يبقى انا لازم اعرف أنواع System قال لك أنواع System عندي النوع الاولاني اللي هو open عندي النوع الثاني اللي هو closed عندي النوع الثالث isolated يعني ايه الكلام ده؟ طب ما تيجي ندرسها الاول على شكل منظر زي دول وممكن ندرسها على الشكل اللي بعده كلهم زي بعض تعال نبص ده تعال نعمل مقاونة ده System open يعني نظام مفتوح وده closed يعني نظام مقفور وده isolated يعني نظام مقفور تعال ندرس ونشوف اللي ما يحصل شايف النقطة اللي بتنزلك من هنا كل شوية؟ تمام؟ النقطة اللي بتنزل ده معنى كده اللي انت ممكن يحصل عملية مادة تدخل من جوه أو يحصل عملية إذا في الحالة دي ان قيمة الماس بتاعتي وقيمة الوزنة بتاعتي هيحصل فيها تغيير الدلتا الرمز ده معنى التغير يبقى التغير في الوزن يساوي صف ولا لا يساوي الصف؟ هنا بنقول التغير هنا لا يساوي الصف لان ممكن يحصل عندك تغير في وزن المادة أو حجمة طيب تاني حاجة الانيرجي الانيرجي ممكن تسافر ممكن لو المادة دي كانت سخنة تبرد ولو المادة دي برد تسخن تاني لو عندك شمس بره أو الكلام ده كله يبقى مقدار التغير في الطاقة لا يساوي الصف؟ ده بالنسبة للأوبن سيستم طبق كولوزد سيستم حضرتك قالك لا مقدار التغير في المادة يساوي الصف ليه؟ أنا بادئ وانت سيستم مقفول هل ينفى حاجة تدخل؟ هل ينفى حاجة تخبر؟ يبقى لو بدئ بمية ملة هيفضلوا مية ملة يبقى لا يوجد تغير في حجم المادة في الكولوزد سيستم طبق الطاقة؟ لا الطاقة ممكن تعدي من الإزاز ممكن يطلع السحونة من هنا أو يدخل برودة أو نزخن المادة أو نفقد حربة إذن فيه تغير في مين؟ فيه الطاقة لا يوجد تغير لا يوجد تغير في الطاقة طب نظام معزول؟ نظام معزول يعني مقفول إذن الدالتا أم لا تساوي يتساوي الصف؟ طب والدالتا أم ما هو معزول؟ مش هيسمح بخروج الحرار؟ ولا يسمح بدخول الحرار؟ إذن الدالتا أم هنا برضو بتساوي الصف؟ يبقى الأوبان سيستم نظام مفتور يسمح بتغيير الكتلة والطاقة الكولوز سيستم يسمح بتغيير الطاقة ولا يسمح بتغيير الكتلة الآيزويت السيستم لا يسمح بتغيير أي حاجة عندنا؟ طيب عشان برضو نتكلم على ترم تاني قبل ما ندخل في فاكورتي السيوم الرئينام irreversibility يعني irreversibility والإكوليبية يعني لما يبقى عندك تفاعل A تديك B فبتقول التفاعل دوًا irreversibility يعني إذن تبتدي مين؟ product والproduct لا يمكن تدي طب لو أنا عندي تفاعل A وأنت أعملك العلامة دي يبقى إذن ممكن ال-A تدي ال-B وال-B تدي ال-A يبقى إذن التفاعل دوًا irreversibility بس السيوم الرئيناميكس فرضتلك كلمة infight lasmar اللي يعني إيه الكلمة دي؟ مقصود بيها إن مقدار التغيير لازم يكون بسيط يعني إنت رايح من الحالة إيه؟ ورايح للحالة بي لو رجعت على نفس المصارب بتغييرات متناهية الصغر إذن التفاعل irreversible طب لو رحت من إيه؟ رحت ال-B بس خدت طريق تاني وكان مقدار التغيير كبير إذن التفاعل ده irreversible يبقى التفاعل irreversible هو اللي هيمشي بنفس الطريق اللي راح به وبشرط إن يكون التغيير بتاعنا تغيير بسيط ده ممكن دوا مقصود بيها كلمة irreversible بيقولك إن كل العمليات اللي بتتم في الطبيعة هي عمليات irreversible تمام؟ بعد كده الاستيت اتشينج عاوزين نفهم يعني استيت اتشينج تغيرات الحالة تغيرات الحالة عندنا لو جيت في مسألة وقلت لك وقلت لك الكلام ده معنى أرقام لو أنا قلت لك يبقى إذن التفاعل يعني أنا لو قلت لك الانشيال بتاعك في المادة كان 100 بار وقلت لك يبقى البرشير كام؟ لم يحدث تغير في الضغر تمام؟ لم يحدث تغير في مين؟ في الضغر ايزو بارك كان جاية من البار اللي هي واحدة القياس طب ايزو انسالبك ايزو انسالبك يعني لم يحدث تغير في الانسالبك الهيت اتشينج يبقى الـ H1 بتساوي الـ H2 ايزو سيرمال التمبرتشا التمبرتشا بتاعتنا سابت يعني لا يحدث تغير في مين؟ في درجة الحال طب ادياباتك ادياباتك يعني ايه؟ لم يحدث heat transfer no heat loss يعني ايه؟ لو انا قلت لك كبات الشاي دي كانت under adiabatic condition هتقول لي يبقى كبات الشاي لسه سخنة ما حصلش فيها تغير فيه ما حصلش انطلاق طاقة من السيستم او الى السيستم انشاء الله نبدأ في المحاضرة الجاية بكاميرو في المحاضرة بقام اثنين سلام عليكم كبيرو في المحاضرة